وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوة الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بدون رصيد جاء ذلك في كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم قطى المشرع في الدستور المصري الضمانات التي يكفل بها لأعضاء مجلس النواب الحماية اللازمة لأداء المهام المنوطة بهم إذ كفل لهم الحصانة فيما يبدونه من آراء تتعلق بأداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه وحصانة إجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم بيد أن تلك الحصانة من المحال أن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم تأديبياً أو جنائياً حال خروجهم على النظام العام أو إتيانهم أعمالاً من شأنها أن تؤثر في هيبة السلطة التشريعية أو تنتقص من ثقة أفراد الشعب في القائمين عليها وإنما يتعين أن تظل الحصانة وثيقة الصلة بمقاصدها فتلازم أعضاء المجلس دوماً طالما ظل سلوكهم موافقاً لواجبات العضوية ومتطلباتها ونائياً عن الشبهات وإلا حقَّت مساءلتهم إعلاءً لدولة القانون إذ أن مساءلة العضو عن أفعاله المخالفة مردها أن النيابة عن الشعب قوامها والثقة والاعتبار والالتزام بما يفرضه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس من سلوكٍ وواجبات ومن هذا المنطلق أعرض على حضراتكم أمرين الأمر الأول ورد كتابٌ من السيد المستشار النائب العام بتاريخ العاشر من ديسمبر سنة الفين ثلاثة وعشرين بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن سيادة النائب مجدي صادق محمد زكي الوليلي لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوة الجنائية ضده في واقعة إصدار شيكٍ بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ثلاثمائة واحد وخمسين لسنة الفين ثنين وعشرين إداري باب شرق حيث عرض الأمر على مكتب المجلس وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب المذكور وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصى التاسع من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه فلم يقدم تلك الإفادة ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عن النائب المذكور بقوة القانون إعمالاً للمادة ثلاثمائة واحد وستين من اللائحة الداخلية للمجلس وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله في القضية سالفة البيان